بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يؤلف ويفتح بين قلبي وقلوبكم أجمعين بيتجدد لقاءنا في حب حروف القرآن مع سلسلة جزء عامة في السور الجميلة البسيطة النهاردة هنبدأ بسورة جميلة وإحنا قلنا سبحان الله كل سورة في جزء عامة أنا عايزك تفهمها تتدبرها تعقلها اديها كده انصت لها وإنت بتسمع لا اسمعها كده بحب انصت يعني ادي مجهود للسمع كمان سبحان الحي ونقول كمان اعتبر سورتنا النهاردة سورة مكية ترتبر من المفصل القصار وانا قلت يعني ايه مفصل وحبيبي يعني اللي بيتبعونا أكده عرفوها سور قصيرة آياتها قصيرة ولكن معناها بتحتوي على معنى عميق جدا 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 بداخلها سورتنا النهاردة بيبدأ بيها الله بقسم وسبحان الله احنا اخدنا بعض السور اللي بدأ بيها الله بقسم سبحان الله ان كان القسم بيبقى بالزمان زي سورة العصر زي سورة الفجر زي سورة الضحى والضحى دي سور بتاسمها ايه ربي بيقسم بايه وخلي بالكم ان رب العزة بيقسم بالشيء السمين رب العزة مش اي حاجة بيقسم عليها يعني ما نجي نقول في الحيوانات اه والعاديات سورة العاديات اللي هي الخيول قسم والعاديات الضبح فكرنا اخدناها مع بعض وشرحناها وبرضو من ضمن القسم رب العزة بيقسم بخلقه والشمس والسماء يقسم بيه والنجوم سبحان الحي يعني خلق الله بيقسم بيه القارعة يوم البعث سبحان الحي والنهار ده بقى هناخد قسم جديد خالص من نوعه اللي هو رب العزة بيقسم على نبات باسم نبات السورة باسم نبات فتحسي سبحان الله القرآن مجامع كل الاشياء اللي في الكون لان احنا قلنا نظرتك للكون لازم تبقى نظرة كده ايه بقلبك انظر للكون بقلبك سورتنا النهار ده بعوني من الله سورة التين ويمكن نقول قبل ما نبدأ السورة سورة التين من السور الجميلة جدا جدا لو قرأناها مع بعض واعتبرنا بكل حرف فيها سورة التين لما رب العزة بيقسم بنبات والله اعلم يعني كان القصد من النبات ده والنبات التاني اللي معاه هل يقصد به المكان ان هو افضل مكان لزراعة تلك النباتات هو في بيت المقدس في بلاد الشام هل يقصد هنا المكان اللي هو النزول الوحي على مين على عيسى عليه السلام لان احنا هنيجي بعد كده لما تيجي الايات اللي بعدها هنحس ان هي كممكن يعني بعض علماءنا قرأوا ان هي دي بتوحي بالمهبط عيسى عليه السلام المكان هبوط عيسى عليه السلام لان بعدها هيجي بقى نشوف الايات اللي هتأتي بعدها بس قبل ما ابدأ في السورة الجميلة هقول يعني احنا فيه ممكن حرفين هقول خلي بالكم منهم جدا 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 التاء ايه تاء يا جميلة التاء بتقول انا من صفاتي هي التاء عمتة الرقيقة يعني من الحروف الرقيقة بس هي مشكلتها في حاجة واحدة لما بتيجي تسمع حد بينطاها هي التاء تعتبر فيها شدة وفيها كمان ايه همس التاء فيها استفالة فيها انفتاح فيها اسمات اذا تجي مجموعة صفات للتاء احنا عارفينها فبالتالي الهامس اللي يأتي للتاء يأتي وانا ساكنة ودي دايما بقولها في محاضرات الله يبرك لكم عشان يعني انا عايزة بناتي اللي معايا او بناتي الجداد اللي معايا وولادي يخلي بالهم جدا جدا من نوت التاء هدربك عليه النهاردة وان شاء الله مش هتخطع فيه ابدا تاني طب هو ايه التاء وانا ساكنه بتبقى تخنقت فيها شدة مخنوقة بتعمل ايه تروح ادي حنكك الاعلى فوق زي هولي ساني خبط فوق في المنطقة النطعية ات اتخنق فوق اروح مطلع لها الهمس البسيط ات سمعيني الصوت الجميل بس وانا مكسورة وانا مضمومة وانا مفتوحة ما تجيب ليش سيرة الهمس دوت ابا نقول ايه نقولش تي تي واحنا حتى دائما لما احنا يعني ممكن سمعتها من بناتي من المغرب وتونس والمصريات كتير جدا تقول ايه خال تي تي ده انطلعها شين كمان مع الحرفة دي طبعا تعتبر يعني خطأ يعني نطقا خطأ ويمكن انا كان انا معلمة اقول ايه بناتي تي تي لا بناتي ايه ايه اللي بيحصل هنا في نفس الوضع في التاء المكسورة التاء المضمومة التاء المفتوحة ما تقولش تو 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 ايه ده ايه اللي بيحصل ده وضع ما يصحش في حق التاء برضو ما تقولش ايه تا تا ايه اللي بيحصل ده بتطلع هواء زيادة جدا جدا همس زيادة وهي اصلا التاء بتقولك صفة الهمس بتاعتي بتظهر وانا ساكن حتى لما بنيجي يعني اللي هيدرس معي المخارج والصفات على اليوتيوب بقى انا منزلها كل يعني دورة مخارج والصفات اللي عايزها يكتب كده دورة مخارج والصفات عواطف عزم اسمع الدورة هتنضسك منها جدا وهتغير لك تلوتك نهائي فبالتالي انا بقى لما اجا انطق حرف التاء المكسور لساني اهو في المنطقة النطعية زي كايني ده لساني ودي المنطقة المكشكشة اللي هي وراء أسناني دي اللي فوق دي هدوس كده اقول ايه تي هاكل لساني على جوة تي تا تا انا هضم مش هفيفي للحرف المضموم ولكن هاكله جوة تا تا تاهمين يا حبيب قلبي دي من النقاط المهمة جدا 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 لان كثير من يعني بناتي وولادي عند القراءة بتعت معهم كده بس بفضل من الله مجرد بقول لهم شوف لسانك محتوط فين وضع اللسان فين هتشدوا على جوة كأنك بتبلع اللسان تي اهي تي سهولة تا نقولش بقى تي اطلع كده مش هقبلها واتقها هكون زعلانة منك طبعا بس حبيب اللي بيتدربوا معي ان شاء الله يتحطوا في الفئة اللي ايه اللي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي بتاعة عب القرآن وهو علي شق له اجران نيجي برضو الحرف ازاي النهاردة حرف ازاي لو سمحت انا فيها صفير كاللي يا اخواتي اللي قاعدين معي السين والصاد فلما اجي انت حرف ازاي الساكنة اهي از سمعين از سمعين الصوت عشان لما اجي دلوقتي اقولك في اول الاية تجيب لي ايه الصفات الجميلة بتاعة الحروف بتاعتنا هنيجي نبدأ بالاستعايزة الجميلة طبعا الاستعايزة بقول تحقيق الحركات ده شيء مهم جدا الله يبرك لكم يعني يمكن انا عندي بنات بقالهم سنة معي يجوا البسملة او لا مش هرد عليك تقول لي خلاص عرفت الكسر انا مش محقق ايه انا عايز اكوا تحققوا الكسر من غير ما اقول لكم خلاص يعني خلاص اللي حضر معي المحاضرات السابقة في جزء عامة يعني سواء على القناة او على القناة هنا في الصحة والجميل او على اليوتيوب هيلقاها سهلة وبسيطة فانا هبدأ بالاستعايزة والبسملة هقولها كده قبل ما نقرأ التلاوة بتاعتنا الجميلة وبخلي بالكم من الضم والفتح والكسر حرف مشدد يعني حرفين ساكن ومتحرك اه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم سمعين الوقف على الميم يبقى اعوذ بالله من نون دي التخلص من التقاء الساكنين فتحت العايز درس التخلص من التقاء الساكنين جاريت قبل رمضان يسمعوه مرة واثنين وثلاثة ايوان كده بقولك ليه لانك لما هتسمع اكتب كده تخلص من التقاء الساكنين عواطف حزب هتسمع الدرس ده كل المصحف حركاته هتبقى واسك ليه تضمت هنا ليه كسرت هنا ليه تفتحت هنا هتبقى فهمتها خلص انتهى الموضوع بمحاضرة اعرف كل المصحف شوف السهولة نجي لكلمة أشي 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 سامعي الرحاوة الياء أشي طا 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 مفخمة الجميلة أشي طا نيني النون المكسورة أر الرجيم المادة العارض للسكون مع تسكين الايه الميم الأخيرة نجيب البسملة الجميلة بي بي بسم اكسب بسم الله الرحمن نين الرحيم تسمع الحسر وهو بقى اللهم بارك بينطع البسملة دي كاسر ما تقولش بسم الله مل أنا مش ملة وسمحت وعشان كده رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان بيتدرس القرآن مع جبريل كان نقوله جبريل ربي بيقولك ايه يا رسول الله صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم لا تحرك به لسانك اللي تعجل به ما تستعجلش هنقرأك حرفة حرفة وإحنا هم نتبع سنة رسول الله وسنة جبريل مع رسول الله صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم يبقى نقول ايه بسم مل بسم الله هير مش هير مش هاي 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 بسم الله الرحمن الرحيم جميلة جدا نسمع بناتي وولادي بيقولوها ورايا و والتيني والزيتون سبحاني الحي اللازل ليه يموت سمعين حرفة ت و والتي أصلي ده حرف مشدد اتنين والتي ما قلش والتي والتي مش هقبلها تلاوة خطأ يبقى ايه خلي بالك زينا شرحتها يعني يا رب تكون وصلت لحبايبي واللي حتى ما وصلتلوش ممكن اضربوا عليها سواء بقى على الواتس أو على الايمو على اي حاجة ينتلفون اضربوا عليها ما عندش ميناء يبقى ايه والزي سمعيني ازاي برضو ازاي مشددة والزي شايفيني الياء الرخوة الجميلة كلمنا في الوا والياء الرخوة الينية تاخد حقها والزيتون شايفيني وسبحان الحي الذي لا يموت يا ولادي بالنسبة للتين والزيتون يقولك ذكرت التين مرة واحدة في القرآن وكلمة الزيتون ذكرت كم مرة سبع مرات ويقول يعني فيه هرمون معين سبحان الحي الذي لا يموت الهرمون دوت بيقولك انه هو يعني يكاد يعمل على ازالة الشيخوخة او يعني يرطب دايما الجسم والجلد فانكان الهرمون ده اسمه مادة الميسولونوديوز المادة دية سبحان الحي ووجدوا ان المادة دي بتفرز للفرد من سمي 15 سنة 35 ثم بعد ذلك بتبدأ تقل جدا جدا فيقولك احلى امكانية تقدر يعني تجدد بيها كأن المادة دي قالت خالص تجددها كل تينة مع سبع زيتونات لان نسبة التين فيها المادة دي واحد الى سبع في الزيتون وسبحان الحي العلماء بقى اللي هما قاعدوا يفكروا ويجيبوا النسب دي احنا خدناها على الجهز هما علماء الغرب اللي قالوا ايه ده ده حتى ربي هنا يقول والتين والزيتون ده الزيتون التين مذكورة مرة واحدة والزيتون سبعة نعم اسراء تفضلي استاذة السلام عليكم وعليكم السلام حبابتي تفضلي ازاك حبابتي اهلا بيك حبابتي هتلي الاستعازة والبسملة نعم هتلي الاستعازة والبسملة اعوذ بالله من السيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طيب بصي بصي يا قلبي بصي حبابة قلبي بصي انا عايزة ها في اسم الجلالة يعني بسم الله هيرو اظهري لي صوت الهاء المكسورة هي هي ما تقوليش هيرو لاني الجاي بقى الميم جميلة تقوليه طب شميعنا بقى الهاء اللي انا جبتها خطأ اقولك يا حبيبة قلبي عشان الهاء دي ضعيفة جدا كل صفاتها ضعيفة هي حرف رئيق فدايما لما نيجي ننطعها في الحروف بتاعتنا او في الاية في الكلمة تقولك ايه هو الله هو اقولك انا اسمي هو ولا هو هو الله تيجي البنت تقولك ايه لا هم هو هو اقولك انا هو ولا هو يا قلبي هو انا عشان حرف ضعيفة يا جماعة تاكلوا حقي ما ينفعش لازم تديها الضم بتاعها الكسر بتاعها الفتح بتاعها زي ما نيجي نقولك في اخر سورة الفتحة البنت تقولك علي هم او لا ه انا هي قلبي ولا ها مكسورة علي هم هم اكساري فهنا اسم الجلالة الله يبارك لك وطبعا انا قلت فلاش نقول لفظ الجلالة نقول اسم الجلالة الله يبا هنا الهاء بتاعته مكسورة يبا نقول بسم الله الرحمن الرحيم تصدري بسم الله الرحمن الرحيم ممتازة ممتازة نعم ممتازة احسنت بسمع حضرتك بقولك ممتازة ماشي تفاصل وهنرجع حبيب بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بيكو حبيبي بفضل من الله احنا قلنا الاية الاولى والتي والتيني والزيتون وقلنا الوقف على النون تديني التوسط النون تيجي الاية اللي بعدها ويمكن سبحان الحي يعني الكلمة الكلمة العظيمة اللي جاية اللي هي ايه وطوري سينين كنت مرة بسأل حد بقولهم حد يارف يقول لي اسماء حيوانات في القرآن فحد قال لي يعني اسماء سور القرآن باسماء حيوانات فحد قال لي سورة التور تقولوا انه لله وانه الي راجعون تقول له يا استاذ الفاضل يسمع سورة التور بالطاق هو يفكرها كأنها اسمها سورة الثور فالله يبرك لكم يا جماعة خلي حتى يعني حتى اسامل السور مش عارفينها فنسأل الله السبت في الأمر عشان كده بنقول احنا منهجنا الجديد عايزين نفهم معاني الكلمات كل حرف كل حرف افهمه وعرفه وشوف المغزى منه الله يبرك لكم فتيجي هنا الآيات هنا ربي بيقسم بايه جبل الطور اللي هو يعتبر ايه جبل الطور موطن بعسة موسى عليه السلام رب العزة ناجى موسى على جبل الطور وكلمة الطور يا جماعة هي ايه يعني اسم الطور نفسه يقصد به الجبل اللي بيطلع عليه زرع يعني سبحان الله بينبت عليه نباتات يعني بسيط جدا لما تلقى فيه جبل بينبت عليه اي نبات لكن جبل الطور تلقى سبحان الحي اللازل لا يموت تلقى فيه بعض الشجيرات الجميلة بعض النباتات الجميلة بعض الازهار الورود اللي رائحتها عطيرة لان هنا ده كلم موسى عليه السلام ربه فيه ويقوله كلمة سينين يعني هو يقصد بها جبل الطور اللي في سيناء يعني كلمة سينين يعني بعض العلماء قالوا ده يعني بالكنة معينة ممكن يقصد بها اللي هو هو بالفعل جبل الطور اللي في سيناء خلاص يقوله وطور 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 سينين مين أم كلسوم أم كلسوم أم كلسوم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يعوز بالله من الشيطان الرجيم تدلي الرحيم الرحيم الله يبارك لك حقق الكسر يعني أنت درست كورس اسمه نور البيان أو بغض النظر حتى بصي حقق الكسر يعني زي أختك اللي أبيك برضو يا رب تكون سامعنا وكون سامعيتك أنت هي هي الوحدة تقولي صديقتنا مكلسوم مش محقق الكسر يبقى عندك ميزان سامعي يعني أي حد ينطأ خطأ قدامك تقولي لأ ده ما ينفعش ده مش تلوة قرآن يبقى نقولي بسم الله هي 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 الر الرحمن ني ني الرحيم تفضلي وديني وزي لا هات البسمالة أنا عملا عيد وزيد عشان هات البسمالة يا قلبي ما أنا عملا أشرح عليك عشان تجي بقى صحيحة تفضلي بسم الله راح ني الرحيم برضو بصي محتاجة تدريب كتير لازم يعني اسمع المحاضرات دي على اليوتيوب واتدرب عليها والتسلي بيها بالتليفون وإن شاء الله هيبقى فيه خيرة قدام نيتك صادقة في التعلم ربنا هيبعث لك خير يا أم كلسوم تفضلي هاتي لأية الأولى ألوة تفضلي طب حاول التسلي بينا تاني يا أم كلسوم طب نكمل بقيت آياتنا وطوري سينين سمعيني الوقف على الياء النون الجميلة وسمعين طو مادة طبيعية حركتين سي في مادة طبيعية حركتين بس نخلي بنا في حالة الوقف عليها الياء هتبقى إيه مادة عرض للسكون مع تسكين الإيه النون اللي في الآخر دي يبقى أربع حركات وطوطو سمعين قوي جوه استعلي بلسانك فوق وطوري سينين وهذا البلد الأمين سمعين وهذا البلد إيه البلد اللي هيبقى الأمين إيه البلد اللي جاي فيه صيغة مبلغة الأمين الأمن والأمان آه فيه أمن وفيه أمان سمعين الحي إيه مكة أكيد اللي هي تعتبر إيه مكة هي تعتبر موطن بعسة رسول الله صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم فرب العزة بيقسم بالأماكن وبيقسم بالنبات اللي فيها تخص المكان يبقى كإن رب العزة أقسم بسلاس أماكن أقسم ببيت المقدس والشام وأقسم بالطور اللي هي بيت المقدس والشام اللي هي إيه تعتبر هي إيه عايزيني بقى عارفينها موطن وبعسة مين عيسى عليه السلام وطور سينين موطن وبعسة موسى عليه السلام ومناجت ربه آخر حاجة بقى خاتم الأنبياء حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا البلد الأمين الأمن والأمن في هذا البلد 13 سنة يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة أزى شديد بس رب قال له هترجعتيني فاكرين لما كان هو يعني بيطرد من مكة يعني سبحان الله يعني يقول يا ربي يعني هو عمره ما توقع أنه ممكن أحبته وأهله وعشرته يطردوه من مكان لأنه هو ده كان أحب البلاد إلى قلبه فربه رده إليه على طول ربي رده إليها بعد آه فترة ومعاناة بس يعني سبحان الحي والناس دخلوا في دين الله أفواجها لما تسمع صورة النصر كمان قد إيه جميلة يبقى كل ده كل ده بيقولك أهو ده الأساسيات بتاعة ايه الديانات السماوية اللي نزلت على الكتب السماوية نزلت فين خلاص وييجي بعد كده ربي ينطق النقلة جميلة جدا لقد 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 خلقنا خلي بالك هنا ما تقولش لقد ما تعملش كبرى الله يبرك لك لأنه كان عندنا مجموعة بنات بيقرأوا بيجيبوا دايما كبرى ما بين اللام والقاف هي اللام فتحة لا لا قا قا لا قد خا خا لا 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 سمعين؟ هي اللام دي أصلا ما بين الخا المفخمة وبين القاف المفخمة أنا ما ليش دعوا بيكو أنا اللام رقيقة انت يا خا مفخمة وانت يا قاف مفخمة وأنا قاعدة في النص مش هتأثر بحد زي ما قلنا حتى الحروف كل واحد ليهم حق وليهم حدود ما بيتعدوش على بعض إحنا اللي بنتعدى عليه الحروف في تلاوتنا عشان إحنا لسه بنتعلم ما يجراش حاجة مرة في مرة هتعرف كل واحدة ليها حدودها إيه صفاتها إيه مخرجها إيه عمرك ما هت إيه ما هتلقى حرف ييجي أو يتعدى حدوده مع حرف تاني لا قاقا سمعين صوت القف لا قد ما تقولش لا قد 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 أقول لك أنا مش ضاد ياللي بتقرأ هنا أنا مش ضاد ده أنا هنا دال لا قد لا قد خلقنا الإنسان في أحسن يا الله دي سيغة مبلغة أفضل سيغة مبلغة أحسن يعني أفضل أفضل إيه تقويم واستاذة اللي معي تفضلي سلام عليكم أمل تفضلي أمل سلام عليكم وعليكم السلام حبابتي مكرا شاك آه إن شاء الله يتفضلي هاتي الاستعزة والبسملة والثلاث آيات الأولانية تفضلي أعوذ بالله من الشيطان الرزيين طب بصي أمل الله يبارك لك بصي أمولا بصي أمل سبحان الله أنا ما تقوليش إيه الشيطان طب بصي في خيشون طالع هنا المد اسمه إيه حروفه ومد اللي الهوائي تنتهي بتطلع من الجوف المد بص المد بيطلع من الجوف على برة على طول فبالتالي انت بتعملي إيه وانت طلع بالمد بتروح إيه طلع قعدة في الخيشون شوية أقولك لا غلط كده يا أمل لو سمحتي المد طلعيه من الجوف على برة على طول مين الشي تريد طب أعمل إيه الحل أقولك اديني الحرف اللي قبلية المفتوح كويس هيطلع المد صافي مين الشيطاني انطقك كده زي ما أنا قلت بكلمة دي لا قولي الكلمة بس برافو ممتاز بصي الرجيم في خيشوم شديد برافو اكسر الجيم اكسر الجيم وامشي الرجيم حروفه ما تدل الهواء تنتهي ما تطلعيش ما تخشيش عندي في الخيشوم ها ما الرجيم الرجيم ممتازة وانتي بقى تفضلي يعني خلال الفترة الجاية كده اتعلجي من لأنك انت اللهم بارك بصي بتاخد المعلومة على طول بتطبقيها يعني ده دليل ان عندك ميزان سمعي مميز يعني انت شايفانا هو دلوقتي فانتي عندي كمان ميزان سمعي رائع رائع فان شاء الله مش هسمع تاني خيشوم عندك نهائي لأن انا بسمي الخيشوم المد فيه خيشوم ده بسميه مصيبة تقولي ليه ليه يا ممع واطف كده اقولك لأنك مش طالع من مكانك يعني هما دلوقتي يقولولي امل بتتصل من الجيزة صح فهما حددولي مكانك فين فالخيشوم ليه مكان ليه بتقولي يبقى احنا بنجدب على المكان بتاع الخيشوم بنقوله ان انت طالع من الخيشوم لا ملوش كده هو بيطلع من الجوف وعلى برا ماشي يا مولا اتفضلي يا قلبي بسم الله الرحمن الرحيم ممتازة جايبة الكسر ممتازة يا امل جايبة الكسر جميل اتفضلي واتيني وزيتون ضمي اكتر بصي بصي يا مولا واتيني وز سمع الصوت الزي الاولانية والزيتون والسين والزيتون براو وطوري سينين بس اكسر بصي بصي قلبي بصي قلبي الله يبارك لك بصي اتني وطوري سينين اكسر السين كده عشان يجي المد جميل وطوري سينين جميل وهذا البلد الامين جميل لقد لقد خلقنا طيب بصي قلبي الله يبارك لك بصي 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 الله يبارك لك بصي قلبي خلي بالك هنا في كلمة ايه خلق اسمع صوت القف مش خلق بصي حس انها كاف رقيقة بس ليه اللي خلقك كده انت خفتي من اللام قلت هرقق اللام لما جيت هرققت اللام كأن القف بتقولك كمان رققيني معاك تقول لهم لأ كل واحد ليه صفاته ومخرجه ماشي لقد خلقنا بصي خلق دي اللام رأي خلق خلقنا وخلي بالك هنا هو في يا بناتي التخلص من التقاء الساكنين هنا في خلقنا صح في الف مادية هنا الالف المادية دي بتسقط وهنزلت الوصل بتسقط وبالتالي بطلع من النون للام الساكنة بطلع من النون للام الساكنة وده اسمه درس التخلص من التقاء الساكنين اللي قلتلك اسمعيه على اليوتيوب اسمعوه ضروري لان في كل مقطع هترقى التخلص من التقاء الساكنين تبقى انت فهمتي تقول لي ايه دا طبعا ما عفها هقول لي ايه خلقنا هاوصل خلقنا نل نل فين الالف المادية اسقطت اسقطت ليه للتخلص من التقاء الساكني فاسمعي الدرس هتغديب توصع معي فاي موضع بقى خلاص هتبقى ايه عارفتي لقد خلقنا بص سمع النون بتاعت الاخفاء مع السين اخونا مراقاقة خالص كأن اللساني دا نازل تحت لان السين من الحروف الاسلية يعني طرف اللسان دا هينزل يخبط في منبت الاسنان اللي من ورد السفلية الانسان بص الانسان في احسن تقويم ولا تاني لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم الله يبارك للمسلم ما تقوليش احسن تقويم لا الحق هنا فيها رخاوة فيها همس لازم تجيني حق فيها وبرضو يعني اختكو اختكو هي بتقرأ لقد لقد لا الدال المقلقلة لا تميل للكسبة ولا للضم ولا الفتح ولا لأي حاجة لا قد اد اخبط في صوت الدال فوق واجهها ايه التعادل بسيط ده اد لقد خلقنا الانسان في احسن التقويم وطبعا القلقلة بتاعت الايه القافة ماشي حبيبة قلبي يبقى هنا سكان الحي يعني رب العزة لما بينتقد من الايات الاولانية ويجي بقى الخلق الانسان ربنا ميزك يا انسان عن باقي كل البشر بايه بالعقل واحنا بنقول دايما استثمر احنا استثمرنا لأولادنا واستثمرنا لانفسنا الوقت اللي باقي من عمرنا لازم يكون استثمر في العقل استثمره في عقول ولادكم مبلاش بقى حفظ مش عايز يسمع امي دلوقتي تقولي حفظي ابني حفظ ابنك ايه قولي فهمي ابنك قولي خلي ابني يعتبر خلي ابني يتطعز خلي ابني يعلم يعني ايه يعني ايه الايات دي فهميهم يا جماعة مبلاش البغبغانات في تلوط القرآن يعني احنا عايزين بقى ايه ناس بدأت يعني اما يجي حد يقولك انا بغتم المصحف مئة الف مرة وتقوله ايه طب ايه يعني ايه طور السنين يقولك ايه دا ايه معرفش انا عرفها منين دي طب ايه القصم بتاعه والتيني والزيتون طب ايه العاديات يقولك ايه دا هو فيه صورة اصلا اسمها العاديات طب يا عمي قرأت المصحف ازاي في رمضان بتقول مرة واثنين وثلاثة يقول يا رب علمنا يا رب افتح لنا طاقات العلم فينا لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ايد جميلة تمسك الالم فين الالم قيدوا العلم دا يعني صيد قيدوه بالايه بالكتابة اقرأ اقرأ ما هو اقرأ اقرأ جيه قلنا اقرأ للكون اقرأ لنفسك اقرأ شوف انت نفسك يعني سبحان الحي يعني واحد واخد ابنة موقفة كل دريعه ان لله وانا ابرا لا تكاد تذكر نموذة بتقرسك قد كده ممكن تعملك قلق وتروح للدكتور ان لله وانا اليه راجعون فاعلم انك انت في نعم بصر وسمعه ولسانه سبحان الحي وماشي على رجلك فربنا يثبتنا في جميعا ثم رددناه اسفل سافلين رددناه هنا بيقصد باسفل سافلين بعد النعم كلها يا عبد ثم كأنه فيه تراخي فيه تراخي يعني بعد كده هيحصل لك ايه هيردك ربي الى ايه اسفل سافلين بعض العلماء قالوا اسفل سافلين انك انت ترجع تاني كأنك بيبي تكبر في العمر ويبقى عندك زهايمر ومش ايه مش عارف حتى بتكلم مين من ولادك لكن صاحب القرآن قارئ القرآن عمره ما يصل لأ يعني ارزل العمر عمره ما يقوله انا مش فاهم اسفل سافلين في بعض الناس قالوا اسفل سافلين اللي هي يقصد بها ايه الدرك الاسفل من النار ربنا يعافينا ثم رددناه اسفل سمعين السين رخوط السين صفير السين ثم ردد ردد ما تقولش رددناه ضد لا داد ثم رددناه اسفل سافلين وخلي بالك في كلمة ما تقولش سم اي سو ثم اي سم تجيلك في القرآن لازم تضم الثائل اول وتجيني حركتها يجي رب العزة ينتقل بقى لنقلة جميلة جدا 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 كأن دي بقى نظرة للكون إلا 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 الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون الله يا رب يجعلنا من أصحاب الآية دي يتا ربنا يجعلنا من أصحاب الآية دي ربنا يرزقنا ان احنا نقول لا خوف يعني بالآية لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يوم القيامة ادعوا ربنا يبقى ألا إلا 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 الذين إلا الذين إيه آمنوا يبقى الإيمان لازم يبقى متشابك فيه كده العمل ما تؤمنش وتقول أنا بقرأ قرآنه بس لا الكون محتاجك إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعدو بالدين كل النعم دي بتكذب بالدين عناد وكفر وجحود فما يكذبك فما يكذبك بعدو دو دو ضم دا العدل بعدو بالدين يجي السؤال أليس الله أليس الله بأحكام الحاكمين يلا منها يرد هنا استفهام ليس وقبلها همزة استفهامية قلنا الاستفهام تبقى ببلا يعني إثبات نقول بلا ونحن على ذلك من الشاهدين بلا طبعا الله أحكم الحاكمين نسأل الله العظيم باسم أحكم الحاكمين إنه يعاملنا بفضله وليس بعدله نسأل الله العظيم كما جمعنا بقدر في هذا المكان يجمعنا في الفردوس الأعلى من الجنة واللهم صلي وسلم وبارك على حبيب المصطفى وعلى آلي وصحبي وسلم أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك طبتم وطابت أيامكم وطاب ممشاكم وطاب شهركم وطابت أعماركم وتبوأتم من الجنة منزلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته